السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطباء دينا حفظكم الله ورعاكم المرشيدين والمقيمين الدينيين أهو أخوكم أحمد أجندس خاطب مجزيد المنبر اللي اخطب الخطبة اليوم الجمعة الفائتة قال لك سيدي يفصل لأنه الزج بالخطبة في حساسية ضيقة هذا هو معرفنا شيء أنا الخطبة دي ليرام سجلة عند الناس ورها موجودة في المواقع إلا كانت الخطبة دي لأنه الزج بالخطبة في المسائل ضيقة أنا موجودة للجاوب عليها هذا الناس عندهم بجرة قلم يفصل الخطيب مع العلم أنني ماشي هم اللي يعملوني ماشي هذه المندوية اللي عملتني أنا في المنبر في زمة تشارد المنبر الخطيب أنا شرطوني الجماعة ومع العلم أن اللي كانت قاضة من عند هذه المندوية ربعمية درهم وشهدي أجرة الخطيب أجرة الفاقه أجرة الخطيب حتى تفصلوا بجرة قلم هذا المندوبين هذا النزعم ما شاء الله عليهم ما شاء الله جزاكم الله خيراً والله يحصل لي للشرف أنني وقفت وقفة خطيب حر طليق ولست عفداً لأحد وإن كانك وإن كانك فما كان حاله فإنما وقفت لله رب العالمين وغداً يوم القيامة سأقف بين يا دي الله عز وجل أنا والمندوب وكل من فصلني غداً يوم القيامة نقف بين يدي رب العزة وقلوا يا ربي هذا الذي منعني أن أبلغ دينك هذا الذي منعني أن أخطب وأن أبين للناس وللمسلمين شريعتهم ودينهم ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت فليشهد التاريخ وتشهدوا أنتم